ثقوط ثلاثة شبان في هاوية بين جبال المتن الأعلى أثناء التزلج والدفاع المدني والصليب الأحمر يتمكنان من إنقاذهم بعد ساعتين تقرير حسين خريس هدوء الأحد خرق في بلدة ترشيش بحديثة شهدتها الجبال الفاصلة بين ترشيش وكفرسلوين وفالوغة وفي التفاصيل أن عشرة شبان كانوا يمارسون هواية التزلج عبر الإسكيدو فضلوا طريقهم ما دفعهم إلى النزول عن دراجاتهم لتفتيش عن طريق تعيدهم إلى ديارهم وخلال تجوالهم وقع ثلاثة منهم في هاوية ما أدى إلى وقوع إصابات هلأ قصم منهم ضل الطريق يعني هنوا عم يمشوا من بعد ما نزلوا عن هايدا السكيدو ضلوا الطريق ووقعوا بمهور ثلاثة منهم من ها المجموعة هايدا يلي وقعوا جرحوا واحد كانت إصابته خطرة والثاني إجروا مكسورة وكمان الثالث فيه كسور بظهره وما شابه أدفاع المدني توجه إلى مكان الحادث الذي يبعد ساعتين عن الطريق العام وما إن حصل اتصال بين المعنيين من ترشيش وأحد الشبان المشاركين في الرحلة حتى استنفرت بلدية ترشيش جرافاتها ومعداتها وشرطتها مدعومة من الجيش اللبناني في المنطقة طلعنا بالجرافات حتى وصلنا عندهم حددوا للمنطقين عندي جاوزة وصلنا لهنك واجهوا إياد الجيش واجهوا صلي بالأحمر ودفاع المدني وكلنا سوا وصلنا لعندهم فيه تنين كانوا مكسرين يعني شوي عصابتهم قوي في واحد حالته يمكن خطرة شوي تاني منيح الجرحة هم مازن زين الدين وفيصل المغربي ودنيال زيتوني وهم جميعا من سكان قبايع ومن مواليد السنوات 93 و94 و95 ونقضوا في سيارات صليب الأحمر إلى مستشفى تلشيحة في زحلي حيث أفيد أن حالهم مستقرة وقد تجاوزت حالة أحدهم مرحلة الخطر ترجمة نانسي قنقر